موسيقى قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد مقر اكاديمية الشرطة حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس تابع سير العمل بالاكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم موسيقى حيث اثنى سيادته على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات موسيقى مؤكدا حرص الدولة على اختيار افضل العناصر لحفظ امن البلاد وتوفير احداث المعدات والتجهيزات لرفع كفاءتهم موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بيكم وسعيد بلقائكم وكل سنة انتوا طيبين انا عارف ان فترة التدريب المركز خلصت والمفروض من اليومين دول كده اخر اخر التلات شهور زي ما تعودنا ان احنا نلتق يعني فانا سعيد باللي انا بشوفه وسعيد ايضا باللي انا بسمعه من يعني من اول ساد الوزير لغاية مدير الاكاديمية على المستوى اللي احنا الحمد لله حققناه خلال فترة التدريب المركزية وان شاء الله طبعا هنستكمل ده خلال يعني الفترات القادمة بعد ما ان شاء الله تعودوا من ترجعوا من الاجهزات يعني مش حالسة ما اقول لكم من فضلكم بلغوا اصاركم تحياتي وتهنئتي لهم بشعر رمضان وايضا اشقاءنا المسيحين بالايام اللي هي السلام الكبير كل سلام انتوا طيبين جميع زي ما احنا حرسين على ان دايما العامل البشري وهو الاميز وهو اللي ليه تأثير كبير جدا لو احنا انجحنا فيه على الاداء وعلى التطور وعلى التقدم وعلى حالة الانضباط وكل شيء واسمحوا له بس لانا باختصار شديد اكلونكم عن موضعين الموضوع الاولاني خاص بالداخل بمصر وشؤونها واحنا كنا خلال زي ما قلنا الاربع سين الاخرين او اكتر كانت الظروف الكورونا وظروف الازمة الروسية وايضا الحرب في غزة كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر لكن اقدر اقول لكم باختصار شديد ان الاجرات اللي تم اتخاذها خلال يعني الاسابيع القليلة الماضية اه يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لاعادة يعني تصويم مصر الاقتصادي وتحسينه ويمكن النهاردة احنا بنتكلم على احنا عمل اتفاق اولي كده مع صنوع النقد الدولي وفي ايضا مع البنك الدولي حيبقى فيه شكل من اشكال الدعم ومع الاتحاد الاوروبي ايضا بالاضافة طبعا للاجرات الاخرى اللي انتو عارفينها كويس وده في حد ذاته هو هي خطوات من جانبنا ان احنا نحسن ونطور ونوصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي فبتن منكم ان الحمد لله الامور ماشية وايضا مفيش عندنا المشكلة ده في السلع ولا حالو حتى المستلزمات اللي كانت متأخرة في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد فيما يخص الموقف الخارجي طبعا انتم تابعين كويس اوي الحرب اللي خلصت خمس شهور دلوقتي يعني شهر يوم سبعة اللي فات كان خمس شهور كتير اوي خمس شهور على العنف والقتل اللي بيتم واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع حتى يعني نحمي وننقذ اهلنا في غزة اللي احنا بنتكلم على اللي هي كانت العمود الفقرى للقطاع تم تبميرها خلال هذه الحرب الارقام اللي ممكن تبقى محتاجة لاعادة اعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا وعدد السنين المطلوبة لاعادة الاعمار في القطاع لكن على كل حال احنا بنحاول ان احنا على الاقل يعني نوقف هذا النزيف نزيف البشر ونزيف المنشآت ايضا وبنسعة جدا لإدخال اكبر حجم من المساعدات انا عايز اقولكم ان احنا القطاع فيه حوالي اثنين وثلاثة من عشرة اثنين واربعة من عشرة مليون انسان احنا حذرنا وقلنا ان الامر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي الى مجاعة واستخدام غزاء كسلاح اخر في مواجهة المدنيين الابرياء وده احنا حذرنا منهم من الاول خالص واحنا حرصنا وكنا داما منقول ان معبر رفح مفتوح ومستعدين اي حد من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لشقائنا واهلنا في فلسطين او في القطاع يعني احتياجاتهم الاساسية دخلنا في مبادرة وتحالف ده احنا نعمل اسقاب من الطائرات احنا واشقائنا في الامارات وقطر وامريكا وفرنسا ودول كثيرة مش عايز يعني انسى حد لكن كل ده ارقام لا تساوي ابدا ابدا المطلوب ده بتكلم في الاف الاطنان محتاجين لدخلها يوميا لاحتياجات الناس فاحنا بنتكلم على ان احنا نصل الى وقف اطلاق النار وهدنة يعني ونصل الى ان احنا ندخل اكبر حجم المساعدات عشان نغيس ويبقى في احتياجات والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس وايضا السماح للمناس اللي موجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمالي اماكنهم مع التحذير شديد جدا من خطورة اكتياح رفح انا اقول دايما ان اذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى فيه فرصة حقيقية ان يبقى فيه دولة فلسطينية جما الى جنب مع الدولة الاسرائيلية ويبقى فيه فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوا دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر بصراحة اعتراف دولي بفلسطين دولي يعني بتكلم عن الامم المتحدة دولي يعني بقول كل العالم ببقى الدولة كاملة الاضوية في الامم المتحدة وكمال الاعتراف فيها من جانب الدول الكبيرة اذا ان ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان فيه ازمة وفيه مأساة جبيرة جدا احنا شفناها خلال الخامس شهور ان فاتوا الا ان ابقى عزقنا للي حصل ان بقت فيه دولة فلسطينية على حدود يونيو سبعة وستين وعسامتها القدس الشرقي هم ده الموضعين اللي انا يمكن حبيت اكلم معكم فيهم واقول ان احنا حذرنا ايضا من اتساع لطاق الحرب وزي ما انتم شفتم سلامة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس وتأثير ده على التجارة الدولية بشكل كبير كل ده احنا حذرنا منه وايضا ممكن استرعى يمتد الى الشمال كل ده مخاطر احنا بنحذر منها وبنقول ان احنا نتمنى خلال يعني الايام قليلة بالكتير نصل الى وقف اطلاق النار وما يبقاش فيه تطور سلو ممكن يؤثر على الموقف اكتر من كده مرة تانية كل سنة انتم طيبين وانا سعيد بالله انا شفته وسعيد بيكم واتمنى لكم كل التوفيق وزي ما بقول من فضلكم خلي بالكم من نفسكم في ان شاء الله فترة الاجازة اللي انتم تنزلوها ديت وترجعوا ان شاء الله مرة تانية تكملوا وتستعنيفوا يعني التعليم والتدريب اللي انتم بتقوموا به شكرا جزيلا